موسيقى السلام عليكم خوتي تحياتي لكل أبناء وطن الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب لما ننسوا خوتينا ألف الغربة نواصفه في المسلسل المكسيكي المسلسل التركي لأن الحلقات المكسيكية لا تتوقف ولا تنتهي المسلسل المكسيكي والمسلسل التركي يقول باتلي مدرب المنتخب المحلي سوف يدفعوه للاستيقال أي بمعنى سوف يقدم الاستيقال باتلي باتلي بقيادة زدشي هي التي جاءتها ما جاءتها ما جاءتها ما جاءتها ما جاءتها ما جاءتها باتلي إذن باتلي جعل أساس أنه عقد بأهداف من بين الأهداف تأهل إلى ألعاب الأولمبية وتأهلوا للمنتخب الألعاب الأولمبية لأنه موجة العقد انتاعه منتخب المحلي منتخب المحلي كان في طريقه إلى جمال برماضي كان جمال برماضي هو اللي راح يدرب المنتخب المحلي وجمال برماضي إنسان يعرف إنسان محترف يعرف أنه سيدخل في حيط الذي سيكمل المنتخب المحلي بعد الكأس الفريقية سيكون السمعتها إذن كان ذكي وارفض المنتخب المحلي وهذا أمر منطقي وطبيعي جدا باتلي قال لك زية الخير الخيرين مدام شكارة كانت اللي خلّوها رجال نضرب من شكارة ساعة نحكمل الأولمبي ساعة الإيفان الإيفانترواء المحلي خادزة ؟ خادزة زي لبارك المشكلة وتشابهم و clique من تدير ايضا و قتل حماجة و مدامة و الوقاس الديرة يقول حمالك و الوقاس الديرة يقول حمالك و اللي يأخذ هذا من الناس لا يت Seungkelly هذا من الناس و ينحيهم لا ينحي حمالك يقول حمالك قتل حمالك و يت bzw. سعدان و أصدر يحمالك وينحيه ويجيب ماجر وينحيه ويجيب باتلي وينحيه هو ما يتنحش سمى الناحيك ومن تنحش الناحيك يجيبك والناحيك وانا عندي الحصانة أنا نعرف الحصانة كان في الأمور حصانة برلمانية وعند السياسيين بس صحنا عمر ما شفت رئيسيتي هذه عنده الحصانة هذي يسموها حصانة يجيب وينحي يجيب وينحي وهو لا يتحشف لا يتنحى لأوله أمور عادي يسمى هذا إنسان عنده حصانة شي نعرف أنا ما ليش غبي باش يجيه واحد يقول لي ما تفهمش وما تعرفش قاضية جمعية عامة ويحبه وينحيه جمعية عامة هي اللي تنحيه وصادقه عليه بالأغلى يش كون جمعية عامة جمعية العامة اللي راحوا وصيفه في مصر جمعية العامة اللي رفع يدين في زوج جمعية العامة اللي خلصنهم لوتال وخلصنهم التحواس في مصر أنا من نسبة لي ما كانش جمعية عامة أنا ما نعترفش بها جمعية بني ويوي وجمعية التصياف والتحواس في مصر والدير السياحة في مصر أنا ما نعترفش بها ما كانش جمعية عامة هذا منطق إنسان هذا خيرا دي نزلشي كرئيس تحدي نحن نحضروا الناس لكينا الناس ما تفهمش قلت لا تكرهه كشخص أنا ما نكره ولا إنسان ولا شخص ولا مسؤول أنا ننتقد السياسة البرنامج أعطيني وش قدمت في عامين أقصى كل المنتخبات في عامين أرس أقصى كل المنتخبات الوطنية ورقبت لصنطق الوطنية ورقبت بركز تقوي لكل يوم تغنون بها تغنون بها لا كانت باطل يجب نحن إنت تجيب إنسان نقوله موز كاسين يعني أختيار ليشواء كان سيئ معلش انت يازدشي بالسياسة تحقيق جبت السعدان نحريته بسبب فيزا بسبب فيزا فهو بالسعدان يخدم مع الشارف شارف كان يرافض لك ومغطي لك الماء والعين والتري سيتي يخاطعوا عليك ما كانت شعب بارادو اللعب الميح يبارادو يلعب لا تسليش نجيب من سياسي نجيب من صورة نجيب من جمعية واران ما عندك مدخلك لما بدأ المشاكل بدأت مع الشارف وهذه الصحافة اللي ما تقولها ما تحت بشي تقولها ما تحت بشي تقولها بقى نرجع للناس يدافع على هذا الشيء بعلام الشارف لم يمشكش معك في الخطة هو السعدان نحي ودرته الفيلم انتعواه كما درت له فيلم تعبو داوي وتع تحلبت كما فيلم تع تحلبت درته السعدان بتاع الفيزا خطرة علىها انتم ما باقين نحيه وسعدان ومعاه بسرح بش نحيه نحيه سبا باش نحيه هكاك بكاش ملحة صعيبة باش اختراع لها مكنش كين سبب يعني مكنش اقصرات كي ما راي كي ناظر وش هي السبا الفيزا ومدرنا لكش معاه باش تحضر رينيون تاع الفيفا يدروا له فيلم بار كي ما فيلم تع تحلبت كوبري كوليك في الاتحادية هذه خطرتها الفيلمات فيلم سعدان فيلم تحلبت ويا رايحة العديد من الأفلام تدير لك فيلم عادي بعد فيلم اللي داروه السعدان وداروه الشرف جابوا قال بعدها ما رايح سعدان بقى شرف لم تدروا له فيلم شوفوا كيف آه شرف ما كانشو اقصى المنتخب بل أقل من عشر سنة نحاول من بعدها اعلم كلاب كان حاجة خطير بتفهموا برك شرف من الاتحادية هذه تعصد شي الوحيد بعلم شرف وذي ما نشكسوا نضربوا الشيطة الشرف ولا ندفوا على شرف كل واحد حر بسحنا نحضروا حقائق لأن التاريخ بتقدرش تمحيه التاريخ بتقدرش تمحيه التاريخ بتقدرش تمحيه بعلم شرف في اتهادية معروفة وطنيا وعالميا بالعنصرية ضد أبناء الجالية الجزائرية في المعشر الوحيد اللي استدعى اللاعبين البيناسيونو والمقداربين هو بعلم شرف من بعدها ما سمعنا الأخبر لا لا اللاعبين على شرف شرف راح واللاعبين راحوا بعلم شرف الديتيان ولا المسؤول المدير الفني الوحيد في اتهادية اتحادية كل يتعاملوا عادي ما عندنشي عنصرية وما عندنشي لماسي هالباك بعلم شرف الوحيد اللي جاب البيناسيونو وبدأ يخدم بهم من بعدها الغاروخوا 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 لأن قانون واضح عن زد شي جيب البيناسيونو راني نحيك أنا ما نعفرش بالبيناسيونو ونعرف اللا اللاعبين التوحيد هذه أمور واضحة أنا بعلم شرف وبدأت جاب بطل لي بطل لي أحكم هذه أحكم هذه أحكم هذه الجمعية عامة والمكزمية عامة أنا ما عرف ولو إنسان هذا فشل 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 وقلته ونعودها نقول له يا ربي اليوم بينه تكشفت الحقيقة قناة النهار اللي يقول باللي احنا ضد الفساد الكرة جزائرية ونحرب الفساد ونعضوا ونكتفوا الحقائق ونضروا جلسات ونضروا لقاءات ونضروا بلاطوهات وتوعنا على الجلسات هذه ونحرب الفساد ودرتوا رواية وعدو الجزائر وكذا 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 ثم أحرار ثم أحرار أنا نعمل حريط الرأي والتعبير حريط الرأي والتعبير مكفولة في القانون أنا ما نقول له حتى واحد ما تشيتش الزتي شيدة لا رحك أن الزتي دفع لا رحك أن الزتي أنا ضد أني ضد هذه انتِ هاك حريط الرأي والتعبير ولا عدم احترام حريط الرأي والتعبير أنا ضدها أنا مهما تجهز cho الناس بركة عندكم حريط الرأي والتعبير كيف تحبوا؟ بصح لشيه لازم تكونوا عندكم موضوعية شوية تتتسمى بالموضوعية تتتسمى بالموضوعية يا أخي هذا رأيس تحدي اقصاءات وراء اقصاءات مدار ولا دقيقة مداروش ربع ساعة حسا وش يحكيو؟ يحكيو على بوداوي خلنا بوداوي يوم وطني بوداوي عادي يقلبوه عاي كلاسيو هالنهار مع اول نوفمبر وخمسة جويل عادي استقلال واول نوفمبر عادي ثورة جزائرية عاي كلاسيوه وعيد النصر 19 مارس عادي النصر وكذا خلاص خلاص عاي كلاسيوه همعا للعياد الوطنية بوداوي عاشرة اكتوبر 2019 عدو نحتفلو باليوم الوطني تاع بوداوي بصح اقصاءات المتتالية والكوارث المتتالية والفضائح المتتالية يديك النهار وتقول لك رد بالك روزتش هو ليجاب النكاس فريقيا يعني بالماضي والجوار وكثر خير الجوار وكثر خير ناس الشعب الجزائري اللي راح للمصر راكموه وما تسموه زادش هو ليجاب الكوب دافريق ورد بالك تغرق هذه الحقيقة اللي ما يتعبوهاش إذا تعرفوها باللي زادش هو ليجاب الكوب دافريق نعم قد تكمل النهار كمهك أنا لا أعلم نحن نتبعوه قالت النهار تفضوا لا تنتقدوش لا تهدروش راوه كل الشتوفا بيان وكوب دافريق جاب هذا الشيء ولازم نحتفلو بيوم وطني بعد نوفمبر وخمسة جويلة نحتفلو بيوم تعبوداوي أما الاخفاقات والاقصاءات عادي نورمالا وجابنا الكوب دافريق نورمالا الله يهدينا في الأخير خمسة ملاقاتنا مع مجزم الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته